السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الساعة دلوقتي 12 صباحا يعني دي تقريبا أول دقيقة يوم 21 سبتمبر 20-24 لسه يوم الجمعة خلصان وتعالى أحكي لك إيه اللي حصل في أولمبيات الشطرنجة 20-24 الجولة رقم 9 بس في شوية حاجات برضو حصلت في حياة العبد لله شطرنجيا نهاردة كان مسبق بورسعيد للشطرنج السريع تابعة لمهرجان بورسعيد للشطرنج وأحرزت المركز العاشر الحمد لله أعتقد كانوا 150 أو 200 لاعب ليها وقتها ليها قصتها أنا من بعد صلاة الجمعة لحد الساعة 11 مساء كنت بلعب شطرنج ولسه رجع بس من ساعة يا دوب كده إيه فوقت شوية وقلت أبص على المباريات وتعالى نتفرج مع بعض على ماتشات الأولمبيكيات لايك لازيز وأشترك في القناة بدأ وزير لا بلاش الماتش ده في البداية قليلي أوريك ماتش جوكيش أولا بعدين أوريك ماتش ماجنس بعدين أوريك المنتخب المصري عمل إيه؟ أدهم فوزي وحامد وفا وكابتن سامح صادق جوكيش لعب مع نودر بيك عبدو ستاروز أقوى فرقتين شباب موجودين في العالم دلوقتي بدأ مالك من جوكيش سقلي أنا جاي أكسب أو ألعب على ما أكسب نكدورف يلا ثيري لا مش دلوقتي طب يلا الله نرجعنا كده الثيري بقى أنت تشتغلنا بقى أي فور ده نكدورف رسمي طبعا اللي متابع القناة من زمان يعلم أن أنا قلت أن في هذا الشكل أي نقلة تيجي في إيديك يعني يمكن معادة النقلة دي أو النقلة دي مثلا اتلعبت في الشطرنج يعني دي تلعبت و دي تلعبت و دي تلعبت و دي تلعبت و دي تلعبت حاجات كتير قوي تلعبت يا عزيزي اي فور عشان يمنع الفكرة دي اتلعبت المرة دي اي فايف امشي أمرجع هنا بشب اي سابن جي ثري هيفنكت الفيل بشب اي سيكس هيرائب المربع الضعيف في النكدورف بشب جي تو ده شغل فشر فشر كان بيلعب كده نايت سي سيكس دي مش نكدورف موف عادة النقلات النكدورف لها علاقة بنايت بي دي سابن نايت سي فايف لكن نايت سي سيكس هي نقلة الأولى على الانجين في هذا الشكل تبييت تبييت رخه على العموز كوين سي ايت شكله عايز يكسر الفيل بشب اي ثري رائب المربع الضعيف بشب دي ايت شكله عاوز يستخدم المربعات دي بشكل أو بآخر يمكن يعمل كده مثلا اوكي بشب جي فايف سؤال لي هذا الفيل ايوه نا جاية ديك امتياز الفيلين وازرع حصان الفيل برضو رجع انت اديتني امتياز الفيلين لو سمحت ايوه بس سي ثري ممنوع تخش المربعات دي خلاص نايت اي سيفن دي بتطع الجمدة بتاعتك تعال انكسرها لا ما كسرشي كوين دي سيفن حمل بيدق بتاعه لانه كان مطلوب والان كلامبينج حط كماشة على فكرة البي فايف بشيب سي سيفن حمل بيدق بزيادة نايت دي تو شكله هيعمل منورة عشان يحاول الوصول للمربع ده بي سيكس اكل اكل هات الفيل اكل اكل الحصانين يعني واحد منهم راح والتاني راجع اي فايف ماشي عمل بيدق سالك كسر كسر اعت البيدق لانا حميت البيدق طب على فكرة انا مشيت وعايز اعمل بلوك للبيدق كده مثلا طيب اه انا كمان مشيت ممنوع تعمل طب على فكرة انا رجعت وعايز اخش لا والله مش هتخش انا انا اسف طب على فكرة طب والله العظيم ويتعدلوا كان هذا هو شكل التعادل الذي جرى ما بين جوكيش ديموراجو ونويدر بيك عبدالستارف نويدر بيك عبدالستارف ماجنس كارلسن يلاعب فلاديمير فيديو سييف هذا الرجل سفح في الربد والبيلتز وكان يعني يعد عقبة في وجه ماجنس في البطولات الاونلاين اللي بتتعامل دائما ولكن هنا الكلاسيك بدأ وزير من ماجنس بدأ وزير من فيديو سييف حصان سي فايف انتريستينج من بدري كده اه انا جاي يلعب عادي ما ماشي بست موف انك تلعب سي فور انا من وجهة نظر الشخصية ان ماجنس كارلسن يعني سي فور دي غريبة عليه هو يحب يلعب سي ثري ويرسله راسة لندن وهتودي معايا الحاد معنى ان ماجنس لعب سي فور يعني هيفور البيادق دي مع بعض مععرفش بقى هو زهقان ملان ارفان عايز يخلص ويروح تعالي 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 كسر كسر شكل متماثل رخم امشي فكر حبة حلوين وام اديها واحدة بيدق مالك عادة بالحصان هات البيدق كيش غطة نايت سي ثري دي نقلة جديدة ما تلعبتش قبل كده جرت العادة ان يأكل اللاعبون او يلعبوا كوين اي تو لكن نايت سي ثري نقلة منطقية والان زي زيك امشي حاضر بس هاكل الاول هياكل اعتقد لو مكلش يعني لو مثلا ميشي معرفش ممكن ياكل ياكل يدي له كش يرجع حصان في بيده اه موجود الكلام ده وبالتالي هو كسر بعدين ميشي يا خبيبي اكل اكل بالمالك جدير بالذكر ان الاكل بالحصان يضيع منك بيدق مهم اه انت خسرت التبييد بس احنا داخلين نهايات والمالك يعني هينشط كمان مفيش مثلا عند الخصم امتياز الفلين اللي يقلقك ولا حاجة ماجدس يتعدل هذه الاشكال بصابع ايده الصغير عشان هو مبلعبش برجله نايت سي سيكس هذا مربع من ضعيف بيشيب جي فايف خليها نخلص من واحد من اللي احسنه ونشوف نايت جي فور لا متى حاسب لازم احمي اف سيكس امشي اصبر عليك ايتش فايف امشي حاضر تلعب ايه لو كنت مكان ماجنس لا ما فيش حاجة جبت النقلة وحشة وحشة يا عزيزي ليه؟ عشان اول حاجة بتحسبها للخصم الكشات ماذا لو فعل هذه الكش الان وانت مشيت واموكل بالرخ عاوز يحبس فيلك تضطرة تلعب ايتش ثري ويعمل لك كده هوق وكده هوق ده الفيل ده بقى يعني سيق جدا سيق للغاية فماجنس جارلسون يسحب الفيل ويراء بمربع دي فور ويقول له عاوز تاكل عادي اعوج لي المسائل يبايت طويل عشان عاوز يخش دلوقتي لو حتى اكل يبقى ياكل بالرخ ومسيطر على العمود وبتعب بقى انا هاجي معك على العمود تعالى تعالى تلعب ايه لو كنت مكان فيدو سايف نالة خطيرة ايتش فور هذا الفيل ميرجعش يلعب وكمان اخذ مساحة وضغطه عالبيادق ده او عالبيادق دي لو انت عملت كده مثلا احتمالك المرور لو تاكل بالفيل بيادق ضعيفة تاكل بالبدأ فتحت الرخ تربط كينج دي ثري روك ايتش فايف دي احد افكار ايتش فور عايز اتزحلق واضغط وممكن اتزحلق هنا واضغط ايتش فور جامدة ماجنس يا ماجنس كينج ايفور حمل بيادق اعت البيادق تلعب ايه لو كنت مكان ماجنس لو قلت النقلة دي هي وحشة بس جد بلايد انقلت ماجنس كارلسن انا بستعجب ان ماجنس يحرق اكتر من عشر دقايق تقريبا عشر او تسع دقايق ويحمي بيادق باهم قطعة عنده عشنا وشوفنا ام انا الصح كان ايه؟ الصح كان جي ثري او جي فور ولو اكل مرور عندك نقلة بينية خطيرة بش بي ثري امشي لو سمحت مقدرش يجي هنا هيتاكل مقدرش يجي هنا هيتاكل فيمشي هنا والان تأكل ولما يبقى صاحبنا ينزل هنا مثلا تلعب روك دي تو ونماطش يكمل عادي لكن روك جي وان بتقول ده احنا قاعدين هنا بقى يعني الموضوع هيبقى شلل جدا يعني كمان النقلة البينية عشان انا متأكد انك سألت نفسك هذا السؤال ليه النقلة البينية ماكل على طول دايما فيه جي ثري وفك نفسي لو اكلت دايما فيه كش ترجعك وبعدين ياكل بادي ادي حلوه فا دايما نقل البينية عشان تمنع جي ثري جي سيكس اللي عيبت الان اكل هات الرخ ولكن انا باكل اه 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 انا باكل بكش في حماية الرخ ما تقدرش تاكل سامحوني لو لو صوتي تعبان والان يرجع يحمي بدقه بس الملك ده خطير جدا الملك ده في قلب ملك الاسود وكمان كمل عاوز البيداء بيشيب سي فايف هات الرخ لا بس لو انت كلت انا هاكل هنا وضعي كويس لو انت كلت انا هبدأ ادفع البيداء ده على فكرة وخطر اوي البيداء لان مربع الترقية مراقب لكن فيديو سايف ما اكلش وسمح بالاكلة ولعب الكش كينج باكت دي فايف هات الفيل حمي الفيل والان F4 لو اكلت ده مش منظر ده شيء سيء جدا F4 كينج دي سافن نشط الملك والان G4 دي بلندر فادح هاي يمكن ان تعاقبها الحقيقة انها لم تعاقب في المطش النقلة التي تعاقب هذه النقلة هي 9C2 عاوز ايه يعني عايز كش مات في واحد يعني عملت كده كش مات في واحد طيب ما انا مش هعمل كده هاكل هنا مثلا عشان لما تبقى تديني كش او اهرب هنا الاول هقولك هات الفيل لما تمشي هاكل بيدق في بيدق وباكسب المطش طيب اه لو الفيل اكل هنا مثلا الان هاكل وبرضو عايز دي مات ففي تفوق اسطوري هنا مش عارف بقى ممكن تلعب ايه في حاجة زي كده نايت بي فايف عليها الكيش تاكل هات لو سمحت اتش ثري قطعة كاملة تخيل هذا الحصان حبسة ولا ايه بلاش اتش ثري هنحل مشكلة الحصان ما بيرجعش ولا اي حاجة لا والله بيش بدي سيكس مات في واحد واو اوكي بيدق في بيدق لو عيبال تخيل هنا نايت سي تو كانت بتكسب مباشرة ضد ماجنس لكنه اكل بيدق في بيدق وماجنس اكل اكل والشكل رجع اسفار نايت اي فور يعني العناية الالهية مع ماجنس كارلسون خلاص عدة عدة من الكارسة اكل اكل وبعدين ماجنس في تايم ترابل معه دقيقة ونص بينما فيديو سايف معه 12 دقيقة بيشيب جي ثري كيش ساب له بيدق ونزل يقاشقش البيادق وماجنس يعمل مصيبة اخرى بدلا من دفع البيادق محاولة اخدم ساحة حتى بي فور او اي فور سبعة من عشرة ستة من عشرة لكن ماجنس لعب روكسي ون ما هذه الروكسي ون يا ماجنس الان اذا استطعت اني اطلع كده واحمي البيدق الملك دمق طوع ما بيعديش فالبيادق دي تبقى في منتغه الخطورة ملك يطلع فعلا روكسي فور كينج اف فايف روك اي فور هات البيدق اكل 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 ماجنس عمل بدائين في منتغه السرعة ولكن بقوا بيدق ومش اكمل ايه ماجنس خسل المطش على فكرة ما تشغلش بالك يعني هنا اي فور بتكسب اي فور اي فايف ده بيكسب بس راجل قاعد بيدلع شوية كشات كده يعني عايز مش مسده انه بيكسب ماجنس فعايز يتقن الامر وقد نجح في اتقان الامر بجيب وزير بكشه معاه روخ كاملة زيادة ماجنس يخسر من فيديو سايف ادهم فوزي يا جماعة لقد ولا بلاش عشان ما نحرقش الحاجات ادهم يلاعب انترناشنال ماستر من كوريا الجنوبية ليه جنوب افريقيا دي الترجمة اللي بنلاقيها دايما في نورث كوريا جنوب افريقيا ازاي مش ع بيدق ملك من ادهم بيدق ملك من لي جن هيوك نايت اف تري دي سيكس دي فور هذا الدفاع يسمى الفليدور واحد من الاشكال اللي ممكن تلعبها شبه البلاك لاين اكل مباشرة اكل بالوزير سامحا بالتمبو ده كان ممكن دا يتلعب ولكن بيتربط في مطشة قديم مشهور جدا جدا اه الابيض فيه كسب نتيجة انه مش عايز يخسر تمبو انا مش فاكر من المطشة قوي بس تلعب فيه كده 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 خد امتياز الفلين مطشة قديم بس مش فاكر اسام اللعيبة حد يفكرني في التعليقات مطشة من الكلاسيكيات قديم ده اللي هو يعني 1901 كده حاجة قديمة قوي المهم حصان كش امشي حاضر بيشب حصان تبييت بيشب افور ضغطه اسطوري على بيدا الدي سيكس هات الفيلي عامة قبل ما تضغط لا ما عايبش الفيه نايت دي سفن روك دي وان هات الحصان السقيف اللي منع الفيلي انه يعمل حاجات هات الوزير حاضر يقول الانجين كوين دي فايف كانت احلى نسي يا جدع طب لو رجع كده هات الوزير دلوقتي بيست موف امشي في وش الفيل اجدعا ما تعملوش معانا كده اجدعي اصدق انا لو اكل فيلم اتعلق وكده طيب ماشي ستوك فيش يا بليز ستوك فيش يا بليز وي ار هيومانز كوين اي فور عدب الحصان هات الوزير ثم سي فور كماشا ما انتش لعب دي فايف ابدا نايت اي فايف مين معا مساحة في الشكل ده واضح انه ادهم نتيجة انه يقدر يحط حصان هنا جامد طبعا لو اكل وحطيت بيدا دي مساحة رسمي هات الوزير مشيت اي سيكس اي فور ممنوع تاخد الافكار دي رخ على العمود تبييت نايت باك تي سي سيكس حاسب حاسب نايت بي ثري رائبنا ده بزيادة ده ايش ايش كلا يعني انا همشي بيشيب سي سيكس بيشيب باك تو اف فور حاسب والان بي سيكس لعبت ولكن بيشيب تيكس او نايت تيكس كان هو يبغوا احلى بكتير من بي سيكس اللي تلعبت ادهم شاف ان يعني البيداء ماتاخدش اف ثري شكرا خلاص ما بلاش البيداء كوين بي سيفن ضغطه على الوتر نايت سي وان عايز يتحدى هذا الحصان السخيف رخ على العمود هات الحصان السخيف ده عايز تاخده اديني مساحة بي ثري هنشوف الموضوع ده ان شاء الله ايش سيكس بيشيب اي ثري بيشيب اف ايت نايت اف فور ادهم عايز يروح بكل القطع على دي فايف كوين سي ايت تلعب ايه لو كنت مكان ادهم اللي قاعد يقفل كل فكرة بيلعب عليها الاسود ايش فور الله عليك استكمال سلسلة اخد مساحات على الاجنحة بيشيب اي سافن بيشيب اف تو بيشيب باكتو اف ايت جي فور الله عليك يا ابني جي سيكس طبعا جي سيكس دي بداية المشاكل بس هو الان تقريبا من دي بقى قفل عليك جناح تماما يعني الوقت لو عملت كده يمكن اقدر اعمل كده وقولك امشي يعني كده 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 فاهم برضو لا بيضا حسن جي سيكس لعبت والان بيشيب جي ثري الجرح القديم بيشيب كينج نايت نايت جي تو اعتقد ادهم كان محتاج يخش مباشرة ولكن ادهم قاعد يتجنب التكسير بشكل او باخر لا ادري لم ج Excel ادير بالذكر انك لا يمكن ان تأكل هذا البيدق بسهولة اعتقد الحصم متعلق وكنت شايف كمان حاجة زي كده بس اعتواد قد بتدمشي عادي لكن الحصم متعلق دي احد الكوارث ايضا يقول غير الحصم متعلق نايت اف ايت ووووو تحبس الوزير يا يا رباه الحصان يعود الى الوراء بست موف تبع عن الانجين الحصان يخش كده نفس بقى اللي انت جاي عشانه ولكن الحصان يعود الى الوراء ولكن كمان شوية هيرجع ينفز الفكرة ضحبنا اكل عايز يخلص يقول ستوك فشة ان هذه الاكلة تعطي مساحة حتمية للابيض على هذا الجناح بهذا الشكل او هذا الشكل اللي بيفض فيه مكان المربع للحصان يخش منه بست موف تبع عن الستوك فش انك تلعب بروك نايت اي سي سي سيكس كده ولكن اكل اخيرا اكل ليه اكل لانه يعني عايز يكسر قطع عشان هو بيعاني من فقر المساحة كوين سي سابن بشبهات الرخ الرخ مشيت رخها على عمود الحصان رجع دخلنا بالحصان بتاعنا تعاني كسر لا بقولك انا معايا مساح براحتك شايفني اخشي بقولك تعاني كسر يا عم ما تبقاش كده يا عم ما تبقاش كده ما تدايقناش اكل اخيرا وهنا انا شايف ان ادهم لو اكل بهذا الشكل وصاحبنا اكل ده بيدا سالك خطير جدا والبدأ ده متعلق والله بيتقول انا شاي معلش سامحني معلش يعني مع الدهالي معلش اما اذا اكل بالرخ فدايما اف فور في اي فايف شغالة و جاية يعني ممكن ولكن ادهم يلعب اف فور من دلوقتي مش عايز يكسر الفيل مع الحصان هو شايف برضو ان الحصان جامد وضغط على المسائل مش محتاجه يكسر قوي الفيل افل السكة بس ادهم متكمل هجوم على الملك باف فايف تاركا هذا المربع تماما الملك يقترب الملك يبتعد عن اي مشاكل بعيدا عن الوتر والان ادهم يلعب هذه النقلة اه لأ ده مستر ليهانج هانج 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 هانج上ج يا رب ما يشوفني رمسكني اي branca جني انا اسف يا عم كوريا رخ على العمود دفي على البيدق اكل البيدق هات الوزير ايه ده يا ابني نخف رخ هياكل عادي معقول طب ما كانش ينفع ياكل الوزير للاسف بعد ما بياكل في طعويض ممتاز والشكل صفار بعد مثلا تاكل بكش اكل بكش الحصان مع الرخ مع الفيل مع المنديل على الملك الحزين ممكن يعطو تعادل ولكن ادهم بمنتهى الهدوء اكل مازلت هات الوزير وعايز العمود الوزير يتحرك اكل بكش اكل والان اخترق رجع قفل السكة كاش مالك اتحرك دخل بالحصان اكل 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 دي قطعة دي ولا ايه لا مش قطعة ادهم يجيب على متين تعجب زيو جي فايف عايز ايه ادهم عايز انزل واجيب وزير بيدا في بيدا في بيدا بيدا في بيدا مشي والان رخ تمانية وينسحب مستر لي ليه ما يعمل كده مثلا يرقى بمربع الترقية وهات الفيل بشي بسي فور هات الرخ لو اكلت اجيب وزير لو اكلت برضا جيب وزير او دي الكيش بعدين اجيب وزير انا شوف انت تحب ايه وانا معاك ويا فوز ادهم فوزي في صراع مساحة رائع اعجبت جدا بهذه المباراة وبمناورة الجي فور الاتش فور جي فور والبشب اللي قاعد يلف عجبني تجنبه التكسيرات والتكسير في موقف معين بعد ما عارف انه ممكن ياخد افضلية ماتش جميل ماتش جميل حقا تعالوا نشوف حامد وفا ما الذي يفعله على الرؤعة رقم ثلاثة سيلاعب ايضا ليون يون يون من ساوث كوريا بيدأ ملك بيدأ ملك حصان حصان ريو لوبيز بيرلين لا مش عايز اخش في نهايات البرلين دي ثري دي اندرسن لا دي مش اندرسن اندرسن دي او تفريع اندرسن بيتلعب على المورفي ديفنس ايوا يعاني علي دا ماشا انما انما üz البرلين دا مس ام BIG مو دي تسميه انتي بيرلين مش عايزة افتي بس يعني هو عايزة نهاية البرلين بشيب سي فايف والآن قرر حامد أن يأكل يأكل إيه رأيك تأخذ البيدأ دا يا عزيزي مدام سألتك يبقى فيها فخة لا عادي ممكن لا مش عادي طبعا كوين دي فور هات وهات اتش ثري لا ندرة بس واضح أنه مفكرش فيها يبقى محضرها كوين اي سافن حمل بيدأ نايت عايز يطلع كده ويضغط حما يمكن بلعبه اف سيكس ويحمل بيدأ بهذا الشكل تبييت نايت اف ايت شكله عاوز يعمل الحاجات داي أو يطلع يحمي من هنا هو عادت البيدأ حما البيدأ بيشيب اي سري هات الفيل بيشيب دي سيكس حامد بزيادة والآن نقلة ممتازة من مستر حامد بوم دي فور يفتح الوضع لأنه حاسس إنه منتشر أحسن من الخصم لو أكلت الوزير بياكل والرخاخ بتيجي وحياتك جميلة لكن بيشيب اي سيكس اللي عبت تاركا بيدقا كاملا ما الذي تفعله يا مستر لي كان يونون أكل 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 بالبيدأ بيشيب سيفورهات الرخ سيبني في حالي والآن هل يسترجع بيدقه بهذا الشكل عادي مفيش حاجة هنا لو كان أكل ثم أكل ثم لقب كوين دي تو آه هو استرجع البيدأ بتاعه ولكن آه أنا شايف إن ده انتشار ممتاز معرفش البيدأ ده بيتاخد هل ممكن تاخد البيدأ بهذا الشكل وتعمل كده وتهدد حاجات لازم يبيت والآن بيشيب دي فور كأنك كأنك حطيت الوزير في مكان فظيع وبعدين ممكن تضحي وتخش بالوزير ويمشي وتخش بالوزير ويمشي وتتزحلق لك زحلق أكيد ينهر أزرق أوكي طب حاجة تانية عايزة أبص عليها قبل ما نمشي معلش لو كوين دي تو أمعامل كده دلوقتي أوكي كوين بي فور مانتش مبيت والآن التبيد الطويل بقى ممنوع وهات البيدأ ده أونلي مو فيلعب كده يالا الحزني والأسى أوكي نايت دي تو لعبت بدلا من كل هذه الأفلام بدلا من يأكل يأكل كوين دي تو يعني صراحة مزعجة شوية كوين دي تو يعني مش سهل إن بن عدم يجيبها إلا لو كان محضرها ولا عادي مش عارف يجي عالضار بيتمنع أو لو سمح بالأكلة يجي كده عايز يموت لو بيت يدينه دي فوشه لو أكل تاني يدينه فيل في بي ده اللي انت شفتنا من شوية موضوع لزيز يعني ما حصلش أفور امشي حاضر كوين أف تري القطع حثيثا حثيثا ووحدة وحدة قاعدة بتقرب الفيل ده هيلعب إزاي الشكله هيلعب من خلال بي سيكس سي فايف بي شب بي سابن يبقى تعالى اي فور بي سيكس يبقى تعالى اي فايف بي شب بي سابن الشعب كله العالم أجمع هيفتح العمود مستوكفيش ايه يفتحش العمود يقفله طب وبعد ما قفله ويعمل كده والفيل يبقى سفاح أنا عايز أعرف فين الهجوم ما انت هتلعب دلوقتي ايه فايف مش هعرف ايه لعبة تاكل يا عم كينجي بي ايت ولما تعمل كده يديك دي في وشك ايه الكلام ما انت هتلعب كينجي فور اسكب بها اسكب بها لانت ستوك فيشة صحيح بي ده في بي ده انا شوفها منطقية جدا ايه انسان بنا ادم هيلعب هذيه النقلة الطبيعية ثم يخترق ويحاول يفتح عمود اخر يستغل العمود مستحيل تقفل السكة في وش الملك يعني المهم جوز والحياة بقت لوزي جوز كوينسي تو هات الوزير افتح سكة تاني هات الافتح بقولك هات البيدق المطش باص خلاص وما كانش المطش هيبوز وانت حطت بيدق كده والدنيا متقفزة يعني حرام عليك يا ستوك فيشة انت تقيم الامور بشكل لا يفهمها البشر كش وسيستطيع حقا سيستطيع الاختراق رخ اصاد رخ بس بكشف بكش وبخترق بالوزير وتنتهي المباراة هنا لانه ناوي يدي له تقريبا كش مات ما بتتحلش يقول الانجين بست موف انك تعمل كده وبعد كده تلعب جي فايف طب واستحمل الكش دي ازاي يا استاذ هتعمل كده ان شاء الله وبعد ما يأكلوا معايا فرق والملك بيتفسح تفوق سبعة جود بلي يا مستر حامد وفا ويلا بينا على المباراة الاخيرة معنا الاستاذ سامح صادق يلاعب ها الله العظيم وهو لاعب بتقييم 2114 من ساوث كوريا يلعب بيدق ملك بيدق ملك حيصان حيصان ريو لوبيز مورفي ديفنس بيشيب حيصان دي ثري حد فاكر الشكل ده المين لاين هنا بي فايف او بيشيب سي فايف ملقي موضوع دي سيكس وبيشيب دي سيفن و جي سيكس حد فاكر ان حامد وفا لاعب الشكل ده واضح ان هما بيذكروا سوا ده بجد بيشيب جي سابن نايت بي دي تو تبييد اتشي ثري نايت ايش فايف خلاص ده قلبها كينجز انديان نايت اف وان كوين اي ايت نالة منطقية جدا بيحمل حصان وبيحضر لأف فايف رجع يقفل السكة لكن اف فايف جاءت على اي حال اداله كش تاني شكرا الملك رايح اصلا للمكان الطبيعي بتاعه بعد ما انت هتاكل وانا هاكل هفتح العمود وهاجم على ملكك ما الذي تفعله يا عم لا العظيم ثلاثة نايت جي فايف كوين جي ثري اف فور بيشيب اف سيكس كل ده منطقي بس خلي بدك الفيل ده رخم شوية يمكن ما قدرش استغل للرخ الا لو حاولت اكثر الفيل باي شكل نايت باكتو اف ثري اي ث اكل بيدق في بيدق والان اي ثري واو انا اعتقد ان الراجعة دي سيئة جدا الراجعة دي سيئة جدا الانجين بيقول لعب دي فور افتح الوسط محاولا التعامل مع هجوم الجناح بس ده بيدق ببلاشي يا ستوك فشة لو اكل اكل مثلا نايت تكس دي فور ما انت عايز ايه؟ دلوقتي نايت اي سيكس برضو الاسود حلو فكك فكك يا ستوك فشة يعود الحصان الى الوراء ولكن هذا بيدق بيدق ببلاشي دوفي على البيدق روحها على العمود طبعا انا متأكد ان مستر سامح صادقي الان في طريقه يعني للتفوير المباراة بدان معايا بيدق كامل زيادة مفيش مانع لو اقدر افاور المباراة بس بشياكة اوكي يا سلام عليك كان عايز يكسر ويخش بالحصان افل السكة قال له ماشي مسامحك افل السكة قال له خلاص خلاص انا اسف مربع ده رجع بتاعي تاني الفيل بتاعك ما بيعملش اي حاجة نايت اتشفور هات الوزير رجع تاني سابه ومشي تعال انكسر هات البيدق في السكة فيه لعيبة كده ستايلها بلا ده ببلاش فيه حاجة بتمنعني ان انا اخته لا هاته which is يعني ستايل رائع كابتن احمد عدلي على فكرة قال انه هو من عشاق البيادق لو ما فيش يعني عقاب واضح اخد البيدق طبعا اوكي اكل واساب له الفيل مفيش مانع دفي على البيدق اعتقد كان عنده هنا بيكسب بالنايت جي فايف والفكرة أنك إن أكلت فيه كش جمدة جداً وانخلص لكن دوفي على البيدق كوين دي يفور بكش ساب ومشي رجع الفيل دخل بالحصان دلوقتي والآن لو أنت أكلت كما تعلم المشكلة الكارثية أكل بكش أكل صباح الفل خد قطعة داشمل 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 مع قطعة كاملة زيادة وفي الآخر هيخترق وهيأكل وهيديله مات ويفوز مستر سامح صادق الوحيد الذي لم يوفق اليوم هو كابتن كريم وجيه ولكن الحمد لله استطاع الفريق المصري أن يفوز تلاتة واحد على ساوث كوريا أتمنى تكون ببسط واستمتعت واستفدت من متابعتك لهذه الحلقة ما تقلقش هنعمل محتوى حلو جداً عن بطولة بورسعيد للشطرنج السريع إن شاء الله ولكن نفوق ونروق عشان بكرة في جولتين كلاسك وخبالك يعني أنت عايش معي الأجواء وفهمني من غير ما أشرح لك يعني سلام عليكم ورحمة الله وبركاته